اشتركوا في القناة اغلب الناس اللي ردوا هم يكونوا اللي هم شرع سليمة ما فينش اي الغام وما فينش اي مباني سواء طائحة او ايلة للسقوط لكن عامة المشكلة اللي تواجه السكان اللي هي في مشاكل من الخدمات اللي هو الكهرباء والصرف الصحي والمياه يتم تفتيش البضائع كاجراء روتيني في ميناء بنغزي قبل دخولها للجمرك للتأكد من مطابقتها مع البيان المقدم من قبل التاجر ومن ثم تدخل البضائع لبنغزي لتعود الحياة للميناء الذي عاش فترة طويلة من الركود بسبب الحروب والقتال والله بالنسبة للفتح المسارات توانا نرى انه هو مش منطقي بسبب ان الناس تقدر عندها رياحية في الدخول وممكن ينزلوا يدرسوا يخشوا في مكان ومازال غالب الناس سكي طبعا حتى من باب اللي يجيين قادين يتفرجوا وشو عندهم له فيشوفوا المنطقة ففيه طبعا عارف انه فيه مخلفات حرب وفيها تلوث وفيها مشاكل واجدة عرفت كانت البضائع القادمة عن طريق البحر الى ليبيا طوالة الثلاث سنوات السابقة تدخل عبر ميناء اخر في منطقة اخرى اما الان فقد عادت التجارة الى اوجها في بنغزي بعد الميناء يستقبل البضائع ويصدرها من جديد